السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في رسالة جديدة ظهرت معاكم في جوجل لأصحاب المواقع او المنصات الالكترونية ان هي الرسالة بتقول جي دي بي ار واللي هي معناها جنرال داتا بورديكشن ريجلويشن ده بتتكلم عن نظام الحماية والامان في الدول الأوروبية للبيانات ومستخدمين المواقع زي ما تشايف كده قالك هنا في الوقت لاحق من هذا العام ستطلب جوجل من جميع النشرين ان يعرضوا اعلانات المستخدمين في المنطقة الاقصادية الاوروبية والمملكة المتحدة لاستخدم منصة ادارة موافقة cmb معتمدة من جوجل لهذا السبب يمكن استخدام اي منصة لادارة موافقات معتمدة من جوجل بما في ذلك حل ادارة الموافقة الذي توفره جوجل اذا كنت مهتما باستخدام حل ادارة الموافقة الذي يتوفره جوجل. ابدأ باعادة رسالة طلب موافقة المستخدمين بموجب اللائحة العامة للبيانات او اللائحة العامة لحماية البيانات جي دي بي ار. دلوقتي بقى مفروض علي ان انا اعمل ايه وحلو المشكلة دي ازاي? بيظهر لك انا انشاء رسالة او طلب الموافقة من المستخدمين. طيب الرسالة دي كانت ظهر عندي وفجأة اختفت. بروح عندي على الخصوصية والمرسلة. وبضغط عليها عشان تظهر لي الرسالة دي. بس انا بضغط على طول هنا انشاء رسالة طلب وفقة المستخدمين بموجب لائحة العامة لبحماية البيانات جي دي بي ار. دلوقتي بضغط عليها ضغطة كده علشان يبدأ يفتح لي الصفحة اللي هتظهر قدامكم بالشكل ده كده. وانك لم يتبقى سوى بضع خطوات لانشاء رسالة طلب وفقة المستخدمين بموجب اللائحة العامة لبيانات جي دي بي ار. دلوقتي هنا بقول لك بضيش العلوان للسياسات الخصوصية تحديد خيارات الوافقة وراجعة عددات وبعد كده بتنشر الرسالة. انت بس كل اللي عليك بتسك كل الكلام ده وتروح عندك على كلمة انشاء رسالة او لاحة عامة لحماية البيانات. بضغط واحدة كده عليها علشان يحولك للصفحة دي كده. دلوقتي هنا بيقول لك اختار الموقع الالكتروني بتضغط على كلمة اختيار وهنا بتروح عندك اختار الموقع الالكتروني حدد علامة على الموقع بتاعك بعد كده بتوضع كلمة تأكيد. خلاص كده انت حددت الموقع الالكتروني وظهر عندك بالشكل ده كده. يظهر عندك هنا. طيب. دلوقتي هنا بيقول لك اللغة. خلي اللغة الانجليزية عادي جدا. يعني يفضل انك تستخدم النغة الانجليزية عن اي لغة من اللغات الثانية. هيبقى لصالحك انت. هنا بيقول لك الخيارات المستخدم. قالك هنا تشغيل وهنا عدم الوافقة. خلي اخدر اضغط هنا على كلمة اختيار. وخليها تشغيل. وكمان عندك اغلاق عدم الوافقة. اضغط برضو. خليها تشغيل علشان ما تزعجش المستخدم. الفكرة كلها ان بتظهر رسالة هنا على الملصة بتاعتك. علشان يقول لهم هنا هل انتم الوافقين نحن نعمل على تأمين البيانات ولا لأ طبعا بي ممكن ياخد كوكز او ياخد مسلا اه الملفات بتاع المستخدم او هو كان بيبحث عن ايه علشان يقدر يظهر عليها الاعلانات. دلوقتي انا بقول لك اه هنا ادارة الخيارات تضغط عليها ضغط كده. وتخلي كون لحاجة زي ما هي بالشكل ده كده. تمام? طيب. دلوقتي انا بتروح عندك على كلمة تصميم. لو جيت تضغط عليها ممكن انت تعدل في الالوانات. دي حاجة ترجع لك بقى. وتعدل في النظام زي ما انت شايف كده. خلي اللون الاساسي اختار اللون اللي انت عاوزه. بس انا هرجع تاني لنظام الاعدادات. وبغط عندي على كلمة بشر. بقول له هنا حسنا. ممكن يقول لك هنا انت تعارض حاليا من النوع هزي الرسائل على مواقع الالكتروني او اكثر من مواقع الالكترونية التي اخترتها. هل تريد استبدال رسالتك المنشورة? انه تأكيد علشان ممكن يحولني على صفحة اه اللي هو اضافة شعار زي ما انت شايف كده. قال لك هنا عليك اضافة شعار حتى تتمكن من نشر رسالتك. وضغط عن كلمة اضافة. بعد كده هنا بتروح عندك بالشريط ده للنهاية. وبتضغط عندي كلمة هنا اضافة شعار. وبعد كده بطلتك عندك على تحميل بس يفضل انك تنزله بصيغة جي بي جي. تمام? تمام? بغط بروح كده عندي على الرسالة اللي هي بصيغة جي بي جي. تمام? بغط عليها ضغطة كده. يعني علشان ما تخليش حجمها كبير. والارتفاع بتاعها بيكون مناسب. بعد كده هنا بتغط على كلمة حسنا. وخلاص اضغط هنا على كلمة تأكيد. وبكده احتى عملت نشر للرسالة. تمام? وزي ما انت شايف كده قد اشتغلت معانا الرسالة باللغة الانجليزية. وممكن كمان تضيف اي رسالة باللغة العربية زي ما انت عاوز. وبكده انا شرح انتهى. اتمنى يكون اشترح عجبك. لا تنسى اشتاد عبني بلايك وسبسكرايب للقناة. نشوفكم حلقة اشتركوا في القناة